السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدين الكرام تمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوال طيبة قبل البداية نتمنى أنكم تعاونوا للقناة بالاشتراك والتفاعل للفيديو وشكرا لكم أعلنت جميع الماكين المغربين لكوة القدم عن استضافة بطولة كأس أفريقية لكوة القدم داخل القاعة والتي من المقرر أن تقام أحداثه أشهر أبريل القادم ونشر الجهاز المذكور بلاغا عبر موقع رسمي جاء فيه منح الاتحاد في لكوة القدم المغرب شرف تنظيم كأس أفريقية للأمم لكوة القدم داخل القاعة وقال ستجرى شهر أبريل المقبل والمؤهلة لنهائية كأس العالم أسباكستان 2024 بالنسبة للمنتخبات الثلاثة الأولى يذكر أن المملكة المغربية سبق لها ونحتضنت مسابقة كأس أفريقية للأمم لكوة القدم داخل القاعة والتي جرت أحداثها بمدينة العيون عام 2020 تغلب المنتخب الوطن المغربي على نظري السيراليوني بتلاتة الواحد في المباراة التي جمعتهم على أرضية ملعب أوغوست دينيرز بمدينة سانت بيدرو في إطار استعدادة النخبة الوطنية لنهائية كأس الأمم الأفريقية الكوة ديفورة في 2023 هذا واستجل أهداف المنتخب المغربي في المباراة للويدية كل من يوسف النصيري في دقيقتين 30.55 وسوفيان بوفال في دقيقة 35 وهذا فرض النخب الوطني ويدر جراجي السيري على مبارة اليوم والتي تعتبر أخر محطة تجريبية للمنتخب المغربي قبل خوض غيمار الكان ويدشي للمنتخب المغربي رحلته في المسابقة القارية بمواجهة نظيري الطنزاني يوم الأربع المقبل على أرضية ملعب لوران بوكو انطلاقا من السادسة مساء هذا هو تضم المجموعة السادسة كذلك منتخبي زامبيا ولكونكو الديمقراطية اللذاني سيتواجهاني في اليوم ذاته وعلى نفس الملعب انطلاقا من الساعة التاسعة ونبقى في جديد آخر أخبر المنتخب الوطني المغربي فقد أكد الدولي المغربي عز الدين أونحي لاعب أولمبيك مارسيليا بأن المنتخب المصري لا يقدم كرة قدم جميلة مشيرا إلى أن لعبي الفراعينة يعرفون كيفية تضيع الوقت على أرضية الملعب وقال أونحي في تصريحات صحيفية لصحيفة لابوفونس الفرنسية مصر التي توجدت باللقب سبعات دينا مرات من قبل لكنها لا تقدم كرة قدم جميلة وهو منتخب قادر على إدارة المباريات وقال يمكنهم أن يسيطروا ويسجلوا هدفا من ركلة تابتة ثم يسقط أحد اللاعبين إلى اليمين ولاعب آخر إلى اليسار ويتوجد عز الدين أونحي في القائمة النهائية المستدعات للمنتخب المغربي لخوض غمار منافسة كأس أمم الفريقية الكود ديفور 2022 توتال انيرجي والتي ستنطلق يوم السبت بالساحل العاج أعلن نادي فيتا كلوب الكونغولي عن تعقضه بشكل رسمي مع الإطار الوطني عبد السلام ودو لقيادة الفريق للمرحلة مقبلة وتوجد ودو منذ أيام بمدينة كينشانسا بغرض عقد مفاوضة مع الفريق الكونغولي تكللت بتوصل الطرفين إلى اتفاق يقضي به تسلم لإطار الوطني مهمة قيادة الفريق وكان عبد السلام ودو قد أشرف على تدريب ومدية توجده لمدة ثلاثة أشهر فقط قبل إقالته في التاسع من يناير 2021 أوضح الفرنسي رولاند كوربيس المدرب السابق لأولمبيك مارسيليا أنه يتمنى مواجهة بين المنتخل المغربي ونظري الجزائري في نهايات كأس أمم الفريقية التي تنطلق غدا السبت 12 يناير الجاري بدولة الكوديبو قال رولاند كوريس في تصريحات صحفية أتمنى أن تكون هناك مباراة بين الجزائر والمغرب في هذه النسخة رغم أنني سأكون في وضع صعب للغاية حيالا ما سأشجع فأنا أحب الجزائر كثيرا والجماعير تحبني بعدما عملت فيها سابقا كما تجمعني صداقات بالكثير من المغاربة أحبهم كثيرا وختم تصريحة ديالو بالقول ما يزيد من صعوبة اختيار لأي طرف منهما أنه سبق لتدريب جمال بالماضي وويدرق راقي لكنني أتمنى لقاء بينهما لأنه سيكون من المستوى العالي وسنرى تنافسا كبيرا بين المنتخبين ومن ينتصف المبارا يفوز في النهاية يشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي يتواجد ضمن المجموعة السادسة إلى جانب كل من طنزانيا الكونغو الديمقراطية وزامبيا في الوقت الذي يداد تواجد فيها المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة إلى جانب أنجولا موريطانيا أكد الناخب الوطني ويدرق راقي بأن العداف ديالو رفقة المنتخب المغربي هو التتويج بلاقب كأس إفريقيا للأمم الكود ديفور 2023 توطر إنرجي وشيرا إلى أن القارة الصمراء تمتلكم مدربين محليين دي جودة عالية وقال راقي في حوار مع شبكة CNN لدينا آداف مهمة في مركز تدريب بمجمع محمد السلس الكوات القدم توجد صورة التتويج للمنتخب الوطني المغربي باللاقب الإفريقي عام 1976 وقال كل يوم عندما يأتي اللاعبون إلى هنا ينظرون إلى هذه الصورة ويسترهمون ذلك هدفي كمدرب ليس إزالة هذه الصورة ولكن وضع صورة جديدة للفائزين التاليين هنا وعن تطور مستوى المدرب الأفريقى قال راقي أعتقد أن جودة المدربين كانت موجودة دائما لقد تجاوزنا اليوم في إفريقيا اعتبت القول بأننا بحاجة إلى التعاقد مع مدرب أجنبي لتحقيق النجاح لقد أظهرنا أننا قادرين على ارتقاء بفريقنا إلى مستوى عالي للغاية سواء أنا أو اليو سي سي وآخرين وقد اعتبر النخيب الوطني ودرق راقي بأن الإشراف على تدريب المنتخب المغربي قبل ثلاثة أشهر فقط من طلاق كأس العالم الماضية بقطر بما تاب التحدي صعب بنسبة له مشيرا إلى أن مهنة التدريب أصعب بكثير من لعب كرة القادم وقال راقي في حوار مع صحيفة CNN أفضلوا اللاعب بالطبع هذا ما أقوله باستمرار اللاعبين بالنسبة لي أفضلوا وظيفة في العالم هي أن تكون لعب كرة القادم محترف وشاب وأكثر من ذلك إذا كنت تلعب لتمتيل بلدك وليس ألاحظ فإننا لا ندركه ذلك إلا في نهاية حياتنا المهنية وبخصوص تدريب حسنا هذه وظيفة أخرى وعن كيفية التي تولى بها الرجراجي المهمة لتدريب المنتخب المغربي علق الرجراجي لم أقرر ذلك لقد حدث فوزت بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الويداد لذلك كان من هدفي هو اللاعب في كأس العالم الأندية وربما أحلم بالتدريب في أوروبا يوم الماء لذلك كان ذلك بمثابة تطور في مسيراتي ربما كان من المقرر أن يأتي المنتخب الوطني في وقت لاحق ثم جاء قرر الجامعة بتغيير المدرب أعتقد أن الجامعة يعتقدوا بأن ذلك كان تحديا سهلا لكنه لم يكن كذلك أعتقد أن المدرب المجنون المثلي فقط هو الذي سيقبل هذه الوظيفة قبل ثلاثة أشهر من انطلاق كأس العالم لم يكن هناك أي مدرب أوروبي يتولى قيادة المنتخب المغربي ولا أعتقد أن هناك مدرب محلية يجرؤ على خوضها التهدي يقول ويدر جراغي وفي حديث دياله عن تسويجي بتنائزة أفضل مدرب قرر السمراء أو ذحر جراغي مثل هذه الأمور لا أهتم بها كثيرا ما يتولي اهتمام أكثر هو هو فريقي من الجميل أن نرى فريقة مثل ينالون هذه الجوائز بكونها تعزز القارة والأهم من ذلك أنها تعزز مشاهد كواد القادم المغربية ونبقى في جديد آخر خبر المنتخب الوطني المغربي فقد كشف روان سيس عميد المنتخب الوطني المغربي على علاقة ديالو المميزة التي تجمعه بزميله نيف أكرد مدافع ويستهام يونيسيد الإنجليزي وقال سيس في حوار مع موقع البي بي سي لدي علاقة جيدة مع نيف أكرد لأنني أعرفه منذ سنوات عديدة ورأيته كيف ينمو تجمعنا علاقات جيدة جدا خارج الكرة القادم وهذا هو المهم بالنسبة لي نتحدث كثيرا عن بعض المواقف أثناء المباريات ونحاول تحسين الشركة بيننا وعبر التواصل والثيقة كان المنتخب المغربي بكامله يعمل بجد في كأس العالم للدفاع أيضا وللوقوف خلف كل كرة لقد ساعدنا ذلك ويمكننا أن نرى ماذا أهمية عدم استقبال الأهداف في البطولات الكبرى أعتقد أن هذه هي هوية المنتخب المغربي إذا بقينا متماسكين يمكننا الذهاب بعيدا في أي منافسة تمكن الحكوم المغربة المختارون نظمنا قائمة حكوم الكاف النهائية المشاركة في كأس إفريقيا للأمم من إجدياز لاختبارات البدنية والتقنية استعدادا لقيادة مباريات كأس إفريقيا بالكود ديفوار وكشف مصدر خاص لبعض الصحف أن جميع الحكوم المغربة نجحوا في إجدياز لاختبارات البدنية والتقنية التي أشرف عليها الاتحادة في الاختبارات القادمة وأشهر المصدر إلى أن الاختبارات البدنية والتقنية انطلقت منذ يوم الأحد الماضي على أن تنتهي يوم الأربعة وشهدت القائمة التي أعلن عن الكاف تواجد سبعاد الحكام ويتعلق الأمر بكل مسامير الكزاز وجلال جيد وبوشرة كربوبي مع التحاق دوان جيد حكم الساحة وعرفت القائمة كذلك حضور أزقاء الحسن مصطفى أكرغات وزكريا برينيسي حكام مساعدين إضافة إلى دوان جيد وزكريا برينيسي وسامير الكزاز حكم تقنية الفيديو يذكر أن نهائية كأس إفريقيا ستجرى بساحل العاج خلال فترة المتروحة مابين 12 يناير الجاري و11 فبراير المقبل علما أن المنتخل المغربية تواجد من المجموعة السادسة إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزاندية وطنزانيا